ونرجع مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد وصباح الخير مرة تانية على كل الناس اللي تفرج علينا وبنبتدي بفقرة الصحافة من خلالها نقرأ كده أهم المنشطات والأخبار الموجودة في جميع الجرائد المستقلة وأيضا القومية ونعلق عليها والتعليق هيكون من خلال ضفنة اللي بنوارنا نهارده في الستوديو الأستاذ خالد أبو بكر وهو رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروء صباح خير أستاذ خالد صباح خير أعمل أستاذ خالد الأخبار نهارده كده أنا لسه نقراها للناس ونشوف كده المنشطات دي تعليق سريع عليها أول حاجة معانا نهارده يا أساس خالد في الشروق الشروق بتقول الشورى يقطع خطوة للخلف في الأزمة مع القضاء ده صفحة أولى في الشروق ده حقيقي هو طبعا كلنا متابعين الأزمة ما بين القضاء وما بين مجلس الشورى المرتبطة بمحاولات مجلس الشورى تعديل قانون السلطة القضائية وفي بعض المشروعات زي مشروع حزب الوسط مشروع قانون حزب الوسط اللي بيقضي بخفض سن تقاعد القضاء من سبعين عام إلى ستين عام وهو ما يعني أن أكثر من سلاسة ألف قاضي سيخرجون للتقاعد دفعة واحدة وده طبعا عليه انتقادات واسعة البعض بيقول أنه خروج سلاسة ألف قاضي ده معناه تفريغ الساحة القضائية من شيوخ القضاء والدفع بآخرين قد يكونوا محسوبين على تيار سياسي بعينه أول أمس كان مجلس الشورى وافق من حيث المبدأ على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وده اعتبروا المراقبين أو القضاء تصعيد من جانب المجلس في هذا التوقيت خاصة أن الرئيس مرسي قبل نحو شهر تحدث عن أن هناك مؤتمر للعدالة وأنه لن يتم تعديل هذا القانون إلا بما يتم التوافق عليه في هذا المؤتمر وأيضا كمان القضاء بيهددون بالنزول الشارع أنا أكمل بس فكرة العودة للخلف فإمبارح الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى تعهد بأن المشروع القانون الذي سيتم منقشته داخل مجلس الشورى هو مشروع القانون الذي ستوافق عليه الحكومة يعني القانون الذي ستقدمه وزارة العادل ثم يوافق عليه مجلس الوزراء هو الذي سيتم منقشته وده يفتح الباب واسعا أمام نوع من التوافق خلال الفترة إن شاء الله نتمنى أنه يحسن فعلا القضاء يهدد ده مش خبر تاني هو ده بس ردا على أنه الملف ده يعني شائل جدا وخصصا هو رد فعل القضاء أن هما هينزلوا الشارع بطبيعة الحال يعني هو كان فيه اجتماع عمبارح في نادي القضاء اللي هو رأس حربة الدفاع عن حقوق القضاء في الفترة الأخيرة بعد هجمات باتت يعني متلحقة عليه من خلال هذا القانون أو من خلال التشكيك في المحاكم أو حصرها من جانب قوة سياسية وبالتالي النزول للشارع باعتقادي لو تم تمرير هذا القانون بهذه الألية سيتم الدفع يعني كتير من شباب القضاء وشباب النيابات وشيوخ القضاء كلهم هيزلوا هيسعادوا يعني يعني هون طيب اشتروه برضو أيضا صفحة أولى كيري يطالب مورسي بإصلاحات وتأمين قرد صندوق النقد طبعا جان كيري وزير الخارجية الأمريكي التقى الرئيس محمد مورسي أمس الأول على هامش القمة قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا اللي بيحضرها السيد الرئيس وكيري قالها صريحة للدكتور مورسي أنه إذا كانت مصر جادة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار وإذا كانت تريد مساعدات أخرى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقطع شوطا كبيرا فيما سماها الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان الإصلاحات الاقتصادية مرتبطة بشكل أساسي يعني من ضمن اشتراطات صندوق النقد هي تخفيض الدعم أو ترشيد الدعم اللي هو بيوجه إلى محدود الدخل هو مفترض أنه فيه وفد مشترك بين وزارة المالية أعتقد أنه مسافر يعني وشطا قريب في الأسبوع ده في إطار المباحثات التي يبدو أنها لن تنتهي المفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد لأنه صندوق كان مسعود أحمد في حوار تلفزيوني أمس الأول تحدث عن أن مصر متزال أمامها شوط كبير جدا في خروج ببرنامج إصلاحي للاقتصاد المصري وده لن يتم من وجهة نظر الصندوق إلا بإجراءات مؤلمة تمس قطاعات واسعة من الشعر يعني بدأتمنى إن شاء الله أنه يعني الشعار لوزير الاستثمار المفترض أنه قريب جدا أنه يعني المستثمرين أو رجال الأعمال مصريين هما يدوم الأولوية ويرجعوا مرة أخرى يفتحوا استثمارات والله نتمنى ذلك يعني نتمنى الأهرام صفحة أولى انقسام القوى السياسية حول جميع القضايا الراهنة تشوف بتعلق إزاي على الخبر والله هو في الحقيقة عنوان جامع أو موصف بدقة للوضع الراهن اللي بين تعيشه مصر ويمكن الأهرام مفصلة القضايا التي يتم الانقسام بشأنها تكلم في الأول عن صراع السلطة القضائية اللي هو قانون السلطة القضائية والانقسام ما بين المعارضة وما بين المولاء وما بين السلطة على مشروع القانون المعارضة تدعم القضايا بشدة وترى أن السلطة تدفع في اتجاه تعديل قانون السلطة القضائية بما يصب في مصلحتها هي وليست في مصلحة القضايا أو مصلحة الوطن ده رقم واحد عليه الانقسام يعني وبعد كده عندنا كمان قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية قانون الانتخابات الحزب الحاكم يعني بيعد مشروع قانونه ويلغمه حتى يذهب إلى المحكمة الدستورية فترجعه له تاني ولقى القانون غير دستوري والقراءة العميقة لهذا الأمر في اعتقادي أن الحزب الحاكم لا يريد الدخول في انتخابات برلمانية قريبة لأنه يشعر بشكل أو آخر أن هناك تراجع في شعبيته وإلا إزاي أنت حضرتك عامل الدستور ومش عارف تعمل قانون انتخاب يعني يتماشى مع هذا الدستور ولا يخالفه دي نقطة في مشكلة أخرى مرتبطة بمباشرة الحق السياسية وده ممكن أن نرجع لها بعد شوية في قصة بتاعت تصويت العسكريين تمام الخبر اللي في الشرق وكمان القصة حوالين تصويت الشرطة والجيش وده أزمة جديدة يعني نروح لها مباشرة الأحزاب ترفض تصويت العسكريين وجيش ينتظر المسودة لدراستها والله هي المحكمة الدستورية في جملة اعتراضاتها على قانون الانتخاب تحدثت عن أنه لا يجوز أن الدستور يقول يعني بموجب الدستور لا يجوز حرمان مواطن أي أن كانت صفته سواء عسكري أو مدني من مباشرة حق السياسية ألف بي في مباشرة حق السياسية هي حق التصويت ولكن وده معمول به في بعض دول العالم هناك العسكريين رجال الشرطة رجال الجيش بالدرجة الأولى ورجال الشرطة بيدلبوا أصواتهم في الانتخابات لكن في الحقيقة في ظل وضع ديمقراطية ناشئة في مصر إن صح التعبير يعني ده يبقى ليه مخاطر كتير جدا إذا كنا بنتكلم عن إن القوى السياسية وإن المجتمع مأسوم نص صين وإن المؤسسة الوحيدة التي متزال متمسكة هي المؤسسة العسكرية أنا أعني مؤسسة الجيش بدرجة الأولى متزال هي الوحيدة التي متزال متمسكة إقحامها في عملية تصويت في هذا التوقيت الذي فيه حالة انقسام حادة يعني أن المؤسسة العسكرية ستنقسم هي الأخرى على نفسها ما بين مؤيد لهذا العزب ومعارض لذاك وبالتالي هذه الفكرة وإن كانت تحمل معنى مثالي إلا أني أرى أنها غير صلحة للتطبيق في مصر الآن يعني دي قدامها عشرين يعني هي ممكن تكون موجة نظر هي مش موجة نظر ومالناس يتكلمون موجة بالدستور أنا قصدي أقولي أنه تفسير حضرتك للموضوع أنها ممكن تبقى وجهة نظر فعلا صحيح في الحقيقة هو ده المؤامة السياسية بتتطلب ذلك على القوى السياسية المجتمعة أن ترفض هذا الأمر ويتم التوافق على صيغة تجنب الجيش إذا كنا بنطالب الجيش كل شوية أنه ما تخلش في السياسة وأنه يكون حيادي وأنه يقف على مسافة واحدة طب إزاي الزباط دول هيبقوا مع حزب سين والتنين زميلهم حفاظا على هذه المؤسسة المحترمة التي ما تزال متمسكة في هذا الوطن علينا إبعادها عن هذا المعترك الذي في أحيان كتير قوي بيخش في ممحكات ومناكفات فرغة من الأفضل العسكريين أن يبتعدوا عن هذا المجال المصر اليوم برضو أيضا الجيش لا تراجع عن تطهير سينة والله دي خبر جيد جدا مبارح كان اللو أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني مجتمع مع شيخ قبائل وعشائر وعواقل سيناء في محاولة لترتيب الأوضاع فيما بعد أزمة اختطاف الجنود السبعة اللي في الحقيقة كانت يعني كانت إشارة قوية إلى أن سيناء بحاجة إلى الوطن وفي القلب من هذا الوطن القوات المسلحة لأنها الأكثر تماثا أو احتكاكا بالشعب السينوي فقائد الجيش الثاني الميداني كان واضح وصريح بأن القوات المسلحة لن تترك أهالي سيناء ولن تدخل معهم في مرحلة في شيء من العداوة أو من البغضاء لأن أهالي سيناء في حقيقة الأمر تاريخهم مع القوات المسلحة هو تاريخ مشرف إذا عدنا إلى فترة حرب الاستنزاف كان أهالي سيناء مجتمعين عيون القوات المسلحة على العدو الإسرائيلي الذي كان يحتل الأرض في هذا الوقت والقوات المسلحة لم تنسى هذا الجميل وده يفسر تعاملها بحكمة بلغة مع عملية اختطاف الجنود وعدم الدفع في عملية عسكرية قد يدار منها بعض أهالي سيناء وبالتالي اللوي ووصفي أكد على أن عملية فرق بشكل واضح وصريح ما بين إرهابيين ومجميع إرهابية وتتحصن ببعض جبال سيناء وما بين أهالي سيناء اللي هم أبناء القبائل الأخبار سوف أقول لرئيس الجهاز المركزي وزارات وأجهزة وقيادات استولت على أراضي بستة شر مليون لا هو بيقول وزارات وأجهزة سيادية استولت على أراضي بستة شر مش قيادية سيادية استولت على أراضي بستة شر مليار جنيه أنا في الحقيقة بدعو المستشار هشام جنينة للخروج على الشعب وبإعلان أسماء هذه الوزرات وأسماء هذه الجهات ببيان مفصل إذا كان لدي إنما فكرة أن أطلق تعبير غامض إلى حد بعيد بهذا الأمر وعلينا أن نحاسب هذه الوزرات وهذه الجهات ونقول أنت واخد الأرض هذه ليه وهتستفيد بها أزاي الشروصة سأقولها قاضي ودي نترون تعهد بحماية الشهود طبعا نحن متابعين قضية الهروب من سجن ودي نترون اللي في الحقيقة اكتسبت أهمية بالغة لأن سيد الرئيس الجمهورية كان مودع بهذا السجن قبل ثورة 25 يناير وتردد اسمه هذا أعطى هذه القضية زخم إضافي قاضي واضي نترون القاضي مبارح تعهد بحماية الشهود وده طبيعي جدا لكنه اللافت في جلسة الأمس أنه تعهد بإنهاء هذه القضية قبل نهاية يونيو المقبل وده شيء كويس يبدو أن الأمور ماشية معها بشكل جيد ومن بارح كان في فض الأحراز الخاصة بهذه القضية الأهرام صفحة أولى الشورى يوافق من حيث نبدأ على قانوني كادر الأطباء وحماية الشهود وده كويس ده من الحاجات الكويسة يمكن هذه النوعية من القوانين يجب على مجلس الشورى أن يناقشها أو اللداء ده القوانين اللي مفترض تكون على أولويات مجلس الشورى باعتبار أن التشريع هو يمارسه بشكل مؤقت وأن الغرفة الأولى في البرلمان اللي هي مجلس النواب موجب الدستور الجديد هي اللي عليها تناقش القوانين التي عليها خلاف مجتمعي زي قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص فيما يخص كادر الأطباء الأطباء بشكل عام يعانوا من ضعف دخولهم اللي هم بيشتغلوا في الحكومة ومنذ سنوات بعيدة وهم يطالبون برفع أجرهم وأجرهم وتحسينها وخاصة لحديث التخرج لأن لو بسيطي على الرواتب اللي بياخدوها هي رواتب في الحقيقة محزينة جدا لأبعضها لا يتخطى 400 جنيه و500 جنيه والدكتورة مونة مينة واحدة من السيدات الفضليات اللي بيدفعوا عن حقوق الأطباء منذ حوالي عشر سنين دلوقتي في نقابة الأطباء وفي جمعية أطباء بلا حقوق تمام المصر اليوم آخر خبر معنا في النهار في الصحافة عشر تلاف الدم بدي أهلية مهددة بالبوار يعني النوع ده من المنشطات بقى يعني بجدل لا يعني البوار إحنا هنا عندنا مرتبط بشقين مرتبط إما بعدم وصول مياه الري إليه وإحنا في كل صيف بنعاني من أزمة كبيرة جدا فيما يخص كل طلعت صيف في الصيف يعني ده خبر مفترض أنه بالطبيعة الحال بنسمعه كل صيف بنسمعه كل صيف لأن فيه عندنا حاجة في الري اسمها أزمة نهاية الترع يعني إذا كانت الترع بتروي زمان معين فإن هي بتيجي قبل الآخر بجزء كبير والمياه ما بتوصلش يعني بتخلص قبل ما توصل للآخر وده نتيجة عدم تطهير هذه الترع نتيجة حصة المية المخصصة لهذه الترع لأتصلها كاملة لأننا رغم وجود هذا النيل العظيم اللي نحن بنعاني من فقر مائي الآن ولذلك قضية مياه النيل هو تخطيب لا واستخدام أمثل للموارد جزء تاني برضو فيما يخص البوار مرتبط بالتعديات بالبنى ده بيأدي إلى إهدار رقعة زراعية واسعة وده زاد منسوبه وترتب بعد الثورة ده تاريخه من زمان قوي يعني الحكاية دي بتحصل من زمان قوي لا مش من زمان طب لإيه الفرق بقى الفرق إن كان هناك دولة قوية إلى حد بعيد وكان هناك بحاجة كل طرعة صيف في السنوات الأخيرة في السنوات الأخيرة لإن عدد سكان بيزيد فاستهلاكنا للمياه بيزيد فالمفترض كمان مساحات الاستصلاح أنها تزيد فده كله بيأخد مياه وإحنا حسيتنا لتتخطى 54 مليار متر مكعب من مياه النيل يعني الحسة سابتة احتياجاتنا بتزيد تمام نهارده هل في حاجة يعني خبر من الأخبار الموجودة معنا نهارده صحف الشروع والأهرام من مصر اليوم الأخبار حاجة خبر لفة نظرك حضرتك عايز تأكد على التعليق عليه والله أنا الخبر المهم بالنسبة لي شايف إنه الجريدة انفرضت بمنشت وشايف انه منشت اشتغلوا عليه كويس أنا مش عايز باش هقولي الشروق حتى لا أكون محاس لكن أنا في الحقيقة مش هقول حد انفرض بشيء لكن القضية التي تشغلني جدا هي قضية تصويت العسكريين في الانتخابات العامة في مصر ده حاجة في منتهى منتهى الخطورة لأنها ستعرض القوات المسلحة الخطر الانقسام السياسي كما بقية المجتمع إذا كنا مدنيين وصحفيين وحزاب ومواطنين منقسمين انقسام حاد فما بالك إذا انتقل الأمر إلى المؤسسة العسكرية التي نعتبرها مؤسسة محايدة ولما تنزل تأمن الانتخابات هي تبقى محايدة لأنها مش تشارك فيها وزباطها ويجنودها ما لهم تصويته بالتالي القضية لا تعنيهم من قريب أو بعيد فعلا الموضوع مهم جدا بس أنا عايز أقول كمان أنه فعلا موضوع كيري يطالب سيد مرسي أو الدكتور مرسي بإصلاحاته تأمين قرد صندوق النقد هذا موضوع مهم جدا لأننا مش عارف هل الدولة بالدور على أن تأخذ قرد أو على أن تقوم ببناء لا هو كيري له خلينا علاقة الولايات المتحدة بالنظام الحاكم في مصر علاقة حميمة وبالتالي الرجل ينصح السيد الرئيس علاقة حميمة بطبيعة الحال هناك تنسيف في أكثر من ملف في الأضايا الفلسطينية في الشأن السوري في أضايا داخلية أيضا وبالتالي هو الرجل نصحة تعتبره نصيحة الصديق لصديقه أنا أشكرك جدا أستاذ خالد على وجودك وعلى نهاردة نورتنا والأخبار نهارتنا الحمد لله ما كانش فيه حاجة ممكن تعمل انفجارات الفترة الأخيرة من بعد صورت 25 يناير والأخبار كان بيبقى فيها جرعة كبيرة جدا من السخونة أو من نوتوف والضرب والحمد لله شكرا لحضرتك وأستاذ خير دابو بكر رئيس قسم الأخبار بالجريدة الشروق كان موجود معنا نهاردة فقط الصحافة وسألتنا مع بعض الأخبار وهي الشروف صفحة أولى الشورى يقطع خطوة للخلف للأزمة مع القضاء والشروف صفحة أولى كيريو طالب مرسي بإصلاحات وتأمين قرد صندوق النقد الأهرام صفحة أولى انقسام القوى السياسية حول جميع قضايا الرهنة والمصر اليوم الجيش لا تراجع عن تطهير سينة الشروف صفحة أولى الأحزاب ترفض التصويت العسكريين والشروف صفحة أولى قاضي واضي ناترون تعهد بحماية الشهود أم الأهرام الشورى توافق من حيث المبدأ على قانوني كادر الأطباء وحماية الشهود آخر خبر كلمنا عنه النهاردة في فقرة الصحافة مع الأستاذ خالد أبو بكر هو 10,000 فدام بدأ أهلية مهددة بالبوار شكرا لكم لمتابعاتكم معنا في فقرة الصحافة هنروح لبريك صغير جدا ونرجع مرة تانية لسم كاملين مع بعض في النهارك سعيد